نهارده هنحل الجزء الثاني من الوحلة التامنة من الكتاب جانس العمالقة قارة المبنى المجهول الدرس الثالث والرابع بيقولي number one بتقولي on the plane or small bag the should من المعروف ان should في المعلوم بيجيب عليها المصدر لكن في المجهول بتبقى B والتصريف الثالث بيجيب تبقى should B والتصريف الثالث طب انا عرفت ان الجملة معلومة ولا مجهول لأ او ولا لأ ليه ابص الكلمة باكز اللي قبل الشد دي مش هي اللي عملت الفاعل بوت يبقى كده الجملة مع ابنية المجهول يبقى هناخد B بوت اللي هي رقم B المجهول بيبقى احد تصريفات في البوتو B والتصريف الثالث وهنا التصريف في البوتو B هيبقى رقم B برضو المصدر عشان شد بيجيب عليها المصدر رقم اتنين where the laptop scan كان من اللي بيجي بعدها المصدر يبقى في المجهول بتبقى B والتصريف الثالث يبقى B used رقم ثلاثة طبعا خلي بالك الجملة المبنية المجهول رقم ثلاثة The job is in our London office باطسم of your task scan تاسكس ما لهم هنالفعله دو هنالفعله 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 لا مش هنالفعله طيب ده هنالفعله يبقى كده الجملة المبنية المجهول كان بيجي بعدها في المجهول بي و التصريف الثالث بي و التصريف الثالث بي و التصريف الثالث يبقى B done رقم ايه رقم اربعة اول لابتوب shouldn't نقط برضو لابتوب هنالفعله 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 لا مش هنالفعله يبقى مجهول يبقى shouldn't يبقى بي و التصريف الثالث يبقى بي used رقم خمسة During the coronavirus virus banademic mini internes hat2 training online نشوف كلمة hat2 بيجي بعدها المصدر في المعلوم internes هي اللي عملت الفعل جيف لا مش هي ده هم اللي هيتم اعطاقهم تدريب يبقى الجملة مبنية للمجهول اه مبنية للمجهول هات2 كان بيجي بعدها المصدر في المعلوم في المجهول هتبقى ايه بي و التصريف الثالث يبقى بي given رقم c رقم ستة afford to should should not send طيب الفوتو مالاو مالفعل السند هالي تعملو لا مش هالي تعملو يبقى مجهول يبقى should عايزة بي و التصريف الثالث يبقى بي sent لان شد بيجي بعدها المصدر في المعلوم رقم سبعة grown ups don't like grown ups يعني القبار او البلغين don't like نقط told ما الجروب grown ups و ما الفعل told هما اللي هيخبرو لا هما هيخبرو طيب كلمة like بيجي بعدها الفعل هو ing اللي ما بتبقى في المجهول بتبقى being والتصريف الثالث بتبقى being والتصريف الثالث وهي هنا مجهول يبقى being told رقم b tom norton not to be somewhere in europe طيب طوم نورتن ده الفاعل بيجي بعد منه حتى تصريفات و التصريف الثالث وبعدين to وبعدين المصدر لو الجملة مضارة يبقى نجيب ايه هنجيب ايه الصوت رقم ايه رقم تسعة that dirty man shouldn't not offered a job with us طيب لا يجيب ان يعرض عليه الوظيفة معنا طيب المان ما نومة offered هو اللي هيعرض هو اللي هيعرض هو اللي هيعرض على الوظيفة يبقى كده الجملة مبنية المجهول و shouldn't عايزة بيه والتصريف الثالث طيب shouldn't عايزة بيه والتصريف الثالث مفيش بيه والتصريف الثالث يبقى نجيب القعلة تانية عشان هو بيقول لي ممكن تبقى should half والتصريف الثالث في المعلوم بتبقى should half بين والتصريف الثالث يعني should لها قعلتين إما should والمصدر في المعلوم المجهول بتاعها بيبقى should بي والتصرف التالت طيب، وشود هاف والتصرف التالت في الماضي في المعلوم بتبقى بتبقى شود هاف بين والتصرف التالت شود هاف بين والتصرف التالت يابقى الإجاب برقم بي اللي هي هاف بين ولتصرف التالت اوبرت. رقم عشرة izah tu min enter the house without. طيب وزاوت في المعلوم بيجي بعدها الفعل ING طيب ولو الجملة مجهول بيجي بعدها بينج والتصريف التالت بينج والتصريف التالت طيب يبقى فين بقى يبقى بينج سين رقم دي طيب ايه اللي عرفك بقى ان هي مجهول ان التومن مش هما اللي هيعملوا الفعل سين هم يقولك ان التومن دخلوا المنزل بدون ان يتم رؤيتهم محدش شافهم يعني يبقى بينج سين رقم دي حد عشر الوطف كارز نقط ING الوطف كارز كارز دي جمع ماله ومالل بروديوس هي اللي عملته لا مش اللي عملته يبقى الجملة مجهول يبقى عايزين R والتصريف التالت R والتصريف التالت طيب ليه R احد التصريفات في البوتو بي اهم او از او R او از او وير او بي طيب احنا عايزين R والتصريف التالت ليه بقى R عشان كلمة كارز جمع يبقى R بروديوس رقم C طيب اتناشر الوطف كارز وبعدين جايب كومة خد بالك من الكومة دي نقط ING japan وبعدين جايب كومة تانية R of a good quality هو معنى الجملة هنا بيقولك ايه كتير من العربيات التي انتجت في اليابان تكون جودتها عالية طيب يعني في جملة وصل في جملة وصل في جملة وصل طيب في جملة الوصل بيبقى هو او ويتش او وير على حسب الكلمة اللي جايب لي منها كلمة كارز يبقى هتاخد ويتش وبعدين احط تصريفات وبعدين التصريف التالت يعني مفروض تبقى الجملة ايه ويتش وير او ويتش او ويتش بريديوزد طيب هو هنا الجملة مضارع هيتبقى ويتش او عشان في R of a good quality دي يبقى الجملة كانت المفروض تبقى ويتش او بريديوزد هو حازها في ضمير الوصل ويتش وحازها في تصريف بريديوزد ويتفضل التصريف التالت بس بريديوزد طيب ليه عمل كده علشان ما يبقاش فيه فعلين في الجملة علشان ما يبقاش فيه ايه فعلين في الجملة لازم الجملة يبقى فيها فعل واحد بس طيب رقم 13 my daughter has always liked not to the zoom كلمة like بيجي بعدها فعله ing طيب وفي المجهول احنا زينا رفعها مجهول ولا معلوم طيب ال daughter ما لها وما لها taken الفعل take هيه اللي هتعمل take لا مش هي اللي تعمل يبقى هي كده مجهول طيب يبقى انت هتختار like في المعلوم بيجي بعدها فعله ing طيب وفي المجهول هتبقى برضو being والتصريف التالت يبقى being take الرقم b رقم 14 والتصريف التالت يبقى انا عايز must be kept ليه لان المدسن مش هو اللي هتعمل الفعل كبت يبقى الجملة مجهول يبقى must be kept رقم c 15 i don't like برضو قلنا like بيجي بعدها فعله like in g لما نودها للمجهول هتبقى being والتصريف التالت طيب احنا هيعرف ان دي مجهول هي i هي اللي هتعمل ask لا مش هي اللي تعمل طيب يبقى كده مجهول يبقى انا عايز being والتصريف التالت يبقى فين being والتصريف التالت اللي هي رقم اي 16 some people hate not waiting طيب هت بيجي بعدها tool المصدر tool والمصدر او file ing طيب ما فيش tool المصدر tool المصدر في المجهول بتتحول to b والتصريف التالت ما فيش الكلام ده طيب بيجي بعدها file ing في المعلوم لما تتحول المجهول يبقى being والتصريف التالت اللي هي رقم بي يبقى being kept 17 there are so many things not in this life طيب ومعنى الجملة بيقول ايه يوجد في هذه يوجد اشياء كثيرة يجب ان تفعل يتم فعلها في هذه الحياة بس singes مش هتعمل الفعل done اه مش هتعمل الفعل done طيب 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 لو مش هتعمل الفعل done هي مجهول ماشي انت عايز تعمل ايه بقى دلوقتي احنا عندنا الفعل r2 r2 يعني يجب r2 يعني يجب is2 يعني يجب was2 يعني كان يجب where2 يعني كان يجب برضو بس الجملة طيب كل كان يجب ده بيجي بعد المصدر كان يجب ده بيجي بعد المصدر اللي بتحول في المجهول بيبقى b والتصريف التالت b والتصريف التالت يعني is to مصدر بتحول كده is to b والتصريف التالت يبقى هنا هاخد a be done رقم c be done to be done to be done لان انا عندي R A R to be done رقم d يبقى الاجابة رقم d 18 more promises قصير من الوعود should have not add the elections في الانتخابات طيب promises مالها و مال هيا لا تعال مال هي لا تقامل مال لأ مش hablando لأ مال هي اتقامل Above رقم d should have قاع مال konst should have and should Trop have and should have b and ter and should have b and 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 tre gem and c يبقى الاجابة عندي هنا بيين دون رقم سي هتبقى شود هاف بيين دون رقم سي ساعتاشر I want this job not finished as soon as possible انا اريد ان هذه الوظيفة تنتهي باسرع ما يمكن الجوب مالهو مالفعل finish هل يتعملون؟ لا مش هل يتعملون يبقى الجملة مجهول اه مجهول يبقى احد تصريفات احد تصريفات الفعله want يجي بعد منه طو المصدر الفعله want يجي بعد منه طو المصدر يبقى اما اي يتحول طو المصدر دي هتبقى to be والتصريف التالت 2B وتصرف التالتها عند تصرف التالت اللي هي فنش دي بفضل 2B اللي هي رقم C. رقم عشرين. The car is very old. It should not scrapped by now. طيب. Should احنا قلنا بيجي بعدها الاول هنشوف it مالها وملهاف. مالها مالها من والسكرابد. هي لا تامل السكرابد? لا هي مش تامل السكرابد. يبقى كده الجملة مجهول. طيب. طيب ما الجملة مجهول يبقى انا عندي should بيجي بعدها B والتصرف التالت او have been والتصرف التالت. طيب هو جايب هنا التصرف التالت. يبقى انا عايز بي بس او have been. بي بس او have been والتنين موجودين. الاتنين موجودين. في رقم في رقم في رقم A موجود B وفي رقم C have been. طيب. انا اخب من فيهم الجملة مضارة? ولا كان مضارة تام? الجملة مضارة بيقول لي is very old. جملة مضارة. يبقى بي. رقم A. واحد وعشرين. the accused was very lucky to avoid. كلمة avoid بيجي بعدها الفعل وال-I-N-G. avoid بيجي بعدها الفعل وال-I-A-N-G. طيب. احنا بقى نجي بعدها الفعل وال-I-N-G. احنا بقى نجيبها في المجهول بتبقى being والتصرف التالت. الفعل ال-I-N-G. بيجي في المجهول being والتصرف التالت. يبقى being sent. رقم B. 22 نقاط زي have launched a rocket to Mars. طيب. فرقم A بيقول لي it is believed. فعند قارة بيقول لي it is. وفعل التبليغ او فعل القول. it is it. وبعدين احطي الصرفات في البوتو بي. وفعل التبليغ او فعل القول في التصريف التالت. وبعدين to. والمصدر لو الجملة المدارة. او to. have. اه. والتصرف بين والتصرف التالت. طيب. يبقى it is believed. عايزة بعدها. to أو that. مافيش. ورقم C برضو مافيش. يبقى or believed that. هي الاجابة الصحيحة رقم B. القاعدة بتقول لي. اما تجيب it is. اما تجيب it. اما تجيب احد تصرفات في البوتو بي. اما و is of or. او was aware. وتجيب فعل التبليغ في التصرف التالت. وتجيب to. والمصدر. او to have. والتصرف التالت. to have. والتصرف التالت. طيب. انما قاعدة ما تبدأ بالفاعل. هتقول الفاعل. وبعدين احد تصرفات في البوتو بي. وتصرف فعل القول في التصرف التالت. وزت. وبعدين جملة. وبعدين جملة. هو هنا جايب جملة. زي هاف لونشد كده جملة. يبقى انا عايز ابدأ بالمفعول. ابدأ بالمفعول. يبقى هبدأ بزي or believe that. رقم B. تلاتة وعشرين. زي نقط هاف بين كيلد ان زبلين كراش. طيب. زي ما لهم قولي الفاعل الربورت. هي لا تعمل الربورت? لا مش هتعمل. طيب. الجملة معلومة ولا مجهول. الرجل بيقول لي هاف بين كيلد. يبقى كده الجملة مجهول. طرى ما في هاف وبين وكيلد. يبقى كده الجملة مجهول. طيب هو بدأ بزي. يبقى انا بعد زي. هجيب احد تصرفات فوربوتو بي. هجيب احد تصرفات فوربوتو بي. يبقى رقم C بره. تطلع بره. وبعدين فعل القول في التصريف التالت. فعل القول في التصريف التالت موجود معي. طيب. وبعدين اه بعد كده هجيب والمصدر او والتصريف الثالث او والتصريف الثالث طيب يبقى احنا قلنا القاعدة بتقول الفاعل وبعدين احط تصريفات غربة تصريف التالت والمصدر والتصريف الثالث لو كانت الجملة ماضية. المصدر لو كانت الجملة مدارعة. تصريف التالت لو كانت الجملة ماضية. طيب. احنا هنا قلنا اه اه ادي جايب زي الفاعل يبقى احز احد التصريفات BluB اللي هو هو اما وزا وار هو جايب ارا هو يبقى رقم سي تا طلع بر. وبعد كده بنجيب فعل القول اللي هو في التصريف التالت. موجود معيه في تلاتة في اي وبي و سي. طيب. اه بعد كده بجيب والمصدر او والتصريف التالت. طيب. في عندي اهيه. موجود اه في رقم ايه. طبعا سي مش هتنفع. لان ما فيش قبلها يبقى رقم سي بر. يبقى ان كده طلعت رقم سي. وطلعت رقم. طلعت رقم سي. طيب احنا هنا كده. طلعنا رقم سي بر. عشان ما فيش تصريف اه تصريفات فير بوتو بي. وجبنا التصريف التالت اللي هو موجود في التلاتة في ايه و السي و بي. و دي. طيب. كلمة زت هتطلع بره ليه? لان اعايز بعد الزت جملة كاملة يبقى فاعل وفاعل. يبقى رقم دي هتطلع بره. بفضل عندي رقم ايه. رقم دي هتطلع بره. بفضل عندي رقم ايه. ورقم بي. رقم ايه. ورقم بي. هقول ار ريبورتد تو. ولا ار ريبورتد زي. كذا كذا كذا. طيب. احنا قلنا. لو قلنا ار ريبورتد تو. هيجيب بعدها يا اما مصدر. يا اما هافو التصريف التالت. طيب. رقم بي مش هتنفى. مش هتنفى عليه. لان فيه زت. لازم يجيب كلمة زت. بعد فعل التبليغ. يبقى فضل عندي رقم ايه هي. اللي هي ار ريبورتد تو. طيب. رقم بي كانت تنفى امتى لو قلنا ار ريبورتد زت. ورقم سي كانت تنفى امتى لو قلنا ار ريبورتد تو. طيب. رقم دي تنفى امتى لو قلنا ار ريبورتد زت زي. خط بالك بقى. رقم اربعة واشرين. اوال زيز بي برز نوعات سند. بي برز ما لهم الفئل سند هي اللي عملتوا. لا مش هالي اللي عملتوا. يبقى كتطلع بره سند. يبقى كده مجهول. طيب او مجهول. ماشي. يبقى نعيز احط تصريفات فوربوتو بي. والتصريف التالت. الرجل بيقول لي تسند باي من دي. يعني ده مستقبل تام. مستقبل تام. طيب. بس هو انا مش ما عايز مستقبل تام. هو بيقول لي ان هي اللي هتبات في المستقبل يعني. يعني هو بتقول لي يجب ان تبعد في المستقبل. R2 دي معناها يجب ان. يجب ان. واحنا قلنا ان R2 بيجي بعدها المصدر في المعلوم. وبيجي بعدها B والتصريف التالت. وانا عن التصريف التالت يبقى انا عايز B. يبقى R2 B سند. يبقى اللي يجب رقم B. 25 نقط hidden in the woods. يختبق في الغابة. مختبق في الغابة. طيب. يبقى هي الصوت. هي از. هي از. الجملة هنا معلوم ما هيش مجهول. هي الصوت. هي از هيدنج. هو معتقد ان هو مختبق فين في الغابات. يعتقد ان هو مختبق في الغابات. طيب. رقم B. it is so to be. it is so to be. قدي از. وقدي الصوت فعل الكور في التصريف التالت. وقدي to be. وبعدين B. عايزة هيدنج. it is so to be hidden. يبقى بي تنفع. طيب. رقم D. it is so that he. he. مش هتخد بعض الفعل ONG. بقدي بره. طيب. he is so to be. ماشي. he is so to be. ماشي. he is so to be hidden. طيب. يبقى الاجابة بتاع رقم B. it is so to be hidden. من المعتقد ان هو مستخبي في الغابات. كده الجملة مجهول. من المعتقد ان هو مستخبي فين في الغابات. most of them believes. معظم. معظمهم believe the story. بيستدق القصة. but they still needs. اه. needs بتعبر عن المجهول في حالة لما يجي بعدها الفعل ايه? ing. يبقى convincing. او خمسين. 27. she is badly injured and needs. اه. need. بيجي بعدها. في المعلوم طول مصدر. لكن في المجهول. to be. والتصريف التالت. to be. والتصريف التالت. او بيجي بعدها الفعل ing على طول. طيب. هنا بقى ما جابش الفعل او ing. جايب to be والتصريف التالت. لو بصلت في الجملة اللي فوقها مش هتلاقي جايب to be والتصريف التالت. جايب الفعل وال ing. وتحت. مش جايب ال ing. بس جايب to be والتصريف التالت. يبقى to be operated. رقم c. 28. before. معروف ان before. في المعلوم بيجي بعدها الفعل اللي في ing. طيب ما ما فيش فاعل. ما فيش فاعل. طيب. زي اكيب منت should be unplugged. انا هنا بقى هجيب الا ing على طول ولا بينج والتصريف التالت. يرجم لها معلوم ولا مجهول. بقى زي اكيب منت should be unplugged. طيب. يبقى شد be unplugged دي يبقى كده مجهول. كده الجملة مجهول. يبقى انا عايز برضو في الجملة في الجزء الاولي من الجملة تبقى المشيط للسجاك مجهول كله. يبقى هيا اخد being والتصريف التالت. لان بفور لان بيجي بعدها ing. لو ing بيتحول في المجهول ل being والتصريف التالت. يبقى بعدها dislikes بيجي بعدها في المعلوم برضو. ing. لما تيجي تحولها في المجهول تبقى being والتصريف التالت. يبقى رقم b. وهي كده مجهول. ايه اللي عارفك ان المجهول? ing. مش هي اللي هتعمل الفعل force. ده هي هيتم اكبرها. ثلاثين. my children are used to singes. to singes not for me. are used to. used to. بيجي بعدها المصدر. وفي المجهول بيجي بعدها b. والتصريف التالت يبقى be done. لكم سي. i hate. hit. hit. بيجي بعدها. اه فعلو ing. طيب. او بيجي بعدها tool master. لو جي بعدها فعلو ing. يبقى انا عايز being والتصريف التالت. مفيش. طب لو جي بعدها المصدر يبقى انا عايز b. لو جي بعدها tool master. يبقى انا عايزها في المجهول تبقى to be. والتصريف التالت. يبقى الاجابة له خمسية. to be. 32. he is always worried when taking an exam. he is worried about not difficult questions. اه كلمة اباوت بيجي بعدها ing. ولما تيجي تعملها في المجهول. ودلوقتي جملة مجهول ولا معلوم. شوف hee وشوف كلمة ask. ايه اللي عملت hee هو اللي عمل ask. لا. يبقى كده مجهول. طيب. وكلمة اباوت بيجي بعدها for ing. لما بيتحول في المجهول بيبقى being asked. رقم be. being والتصريف التالت. 33. thieves had broken in and several jewels. طيب. طيب. in and End. you want to dzieas. فأنا تصريف التالت في حلى third letter v�� يجب ان تأخطي هد بوروكن PREMIER referencing. في زمان الجملة اللي هو. had broken اللي هو الماضي التام. الطيب. in and. طيب. يعيب انا عايز قاعدة جملة 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 جدتهاية takiego. الخارجة انا. اباين. Novayaka. وبأنا نحق development. التصريف التالت. حتى صرفات فوربوتوبية وتصرف التالت فين طبعا موجود اسبينج تنفع ووزبينج تنفع وورستورين تنفع وهازبينستورين تنفع كلهم مجهول كلهم مجهول بس الجوالز جامع يبقى اس ووز هيتطلعوا برا يعني دي و سي تطلع برا طبعا و اي بردو تطلع برا لان كل دي و مفرد يبقى فضل عندي where's Toring 34 Our Flat Needs قولتıy بيجي بعدها Tool مصدر و انما في المجهول بيجي بعدها To B و التصرف التالت او الفيع ال ING ما فيش فعال ING يبقى فئة انج يبقى فيه two B و التصرف التالت ان việc مجهول لان CE الشكل المجهول مش هяли الجميع العامعت البل써 يبقى الإجابة عنده الرقم B اللي هي 2B painted 35 my fillet needs نقطة since خلاص إن fillet هي العملات بنت لا مش هي العملات يبقى كده مجهول need عايزة في المجهول عايزة 2B والتصرف الثلاث لإن need في المعلوم بيجب عليها المصدر need 2 في المعلوم بيجب عليها المصدر need بقى في المجهول بيجب عليها 2B need 2 في المعلوم بيجب عليها المصدر طيب need 2 في المجهول بيجب عليها need 2B والتصرف الثالث أو need 2B ING طيب أنا هنا بقى عايزة يقيم الفعل والإن جي يقيمة 2B والتصرف الثالث مفيش عندي غير الفعل والإن جي اللي هو رقم C 36 piece noot to help جايب الفاعل وعايز بعد الفاعل أحد تصرفات فربوتو بي عايزين أحد تصرفات فربوتو بي اللي هي S اللي موجودة هنا والتصرف الثالث اللي هو non وبعد كده جاه tool المصدر اللي هو help يبقى الأجابة رقم سين 37 not smoke in class you know طيب هو عايز يقول له إن إنت عارف إن مش مسموح مش مسموح تدخين في الفاصل إنت تعرف كده تعرف كده تعرف كده طيب لو قلنا رقم A it is not supposed you طبعا سبوز عايزة التصرف الثالث يبقى كده غلط we aren't supposed to دي ممكن ماشية معنا طيب ورقم C you aren't supposed that ذات عايزة فاعل بعدها يبقى مش ماشية يبقى رقم A بره ورقم C بره it is supposed that you مسموح لك إن إنت تدخن لا يبقى رقم دي بره يبقى الإجابة عندي رقم B اللي هي you aren't supposed to قادي الفاعل وقادي حتى صرفات فربوتو بي وقادي supposed وقادي 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 المصدر كده صح رقم B 38 this writer هذا الكاتب احنا قلنا في ترتيبات فعل still الفعل verb to be وكلمة still أو كلمات التكرار فطبعا بيجو بعد verb to be مش قبله بعد verb to be مش قبله طيب يبقى احنا عايزين إذ الأول إذ الأول طيب إذ ستيل سينكنج مشة تنفع this writer not of as the father of short stories يعني هذا الكاتب مازال معتقدا مازال معتقدا أنه أبو القصة القصيرة طيب يعني عايز فعل التبليغ ده في التصريف التالت يبقى إذ ستيل صوت يبقى رقم c إذ ستيل صوت يبقى رقم c تسعة وثلاثين not much not about this complicated problem ما فيش أشياء معروفة كتير عن complicated problem يبقى عايز أحط تصريفات verb to be وتصريف التالت يبقى إذ نون رقم c 40 I hope hope بيجيب عليها tool المصدر طيب ولما بيجيب عليها tool المصدر في المعلوم يبقى في المجهول to be والتصريف التالت يبقى to be given رقم c الجملة مجهول لإيه لأن I مش هيعمل الفعل give 41 he called escape without قلنا وزابو يجيب عليها ال ING في المعلوم وبيجيب عليها being والتصريف التالت في المجهول يبقى being seen رقم c وإيه اللي عرفك إن هي مجهول لإن عندك هي مش هي لتامل الفعل c 42 إزا سيف والصوت طيب آآ سيف الفعل الفعل ووز آدي فربي توبي أحد الصرفات فربي توبي وصبت فعل القول فعل التابلاغ فالتصريف التالت بحنا عايزين تو والمصدر أو تو هاف والتصريف التالت تو والمصدر أو تو هاف والتصريف التالت يبقى تو هاف كيلد رقم ايه تو هاف كيلد بتاته واربعين إزا سيف والصوت بوز تو قلنا تو عايز المصدر أو هاف والتصريف التالت طيب بايزة بوليس الجملة ماضي يبقى هجيبته المصدر أو هاف والتصريف التالت هجيب هاف والتصريف التالت لإن لو جملة مضارة هجيبته المصدر لو الجملة ماضي هجيب هاف والتصريف التالت الجملة هنا عايزة هاف والتصريف التالت هاف والتصريف التالت خد بالك في رقم الفرق من اتنين واربعين و اتنين واربعين و اتنين واربعين عشان فيهم مشكلة كده نين واربعين بيقول لي لو كان الفاعل هو اللي جاي الاول الفاعل لو انت بلقت بالفاعل فاعل الجملة التانية الجملة دي كان اصلها ايه جملة نين واربعين دي كان اصلها ايه كان اصلها بيبل سينك زسيف كيلد زابوج طيب دي كان اصلها في المعلوم كده بيبل سينك زسيف كيلد زابوج طيب هو بدأ بايه بدأ بزسيف اللي هو فاعل الجملة التانية فاعل الجملة التانية لما بابدأ بقى بفاعل الجملة التانية اعمل ايه لما بابدأ بفاعل الجملة التانية بيجيب طول مصدر او طول هاف والتصريف التالت طول مصدر لو كنت الجملة مضارع او مستقبل و هاف والتصريف التالت لو كانت الجملة ماضي بيقول الجملة هنا ايه ماضي بيقول لي ووز الجملة هنا ايه ماضي ووز يبقى انا عايز هاف والتصريف التالت عايز هاف والتصريف التالت يبقى هاف كالد رقم سي تلاتة واربعين بقى اخطر من اتنين واربعين ركز معايا بقى كده الجملة كتف أصل لها أصل خالص في المعلومكة بتقول ايه يبقى السيف هنا كده بقى ما يبقىش الفعل بتاع الجملة التانية ده بقى المفعول بقى ايه بقى المفعول خلي بالك من النقطة دي قوي السيف هنا بقى المفعول بتاع الجملة التانية لما تيجي تبدأ بقى في الجملة التانية بيه المفعول في المجهول لما تيجي تبدأ بمفعول الجملة التانية في المجهول بيبقى الشكل ازاي بقى بيبقى مفعول الجملة التانية وبعدين احد تصريفات فوربوتو بي وبعدين فعل القول وبعدين تو بي والتصريف التالت لو كانت الجملة مضرع او مستقبل او تو هاف بين والتصريف التالت لو الجملة ماضي ركز اوي في اتنين واربعين واربعين طيب يبقى هو هنا بلق بالسيف اللي هو المفعول بتاع الجملة التانية وجاب احد تصريفات فوربوتوبيل اللي هي ووز دي وجاب سبوز اللي هو التصريف الثالث من افعال التبلير وعندين جاب 2 طيب الجملة هنا ماضي ولا مدارة الراجل بيقول لي ووز يبقى الجملة ماضي يبقى انا عايز بعد 2 اجيب هاف بين والتصريف الثالث هاف بين والتصريف الثالث يعني هاف بين الرسل رقم C طيب فاربعة واربعين بقى اربعة واربعين بقى اربعة واربعين بيقول لي نقط باي زا بوليس زا سيفوز سنت تو بريزم عايز يقول لي ان بعد ما البوليس قبض على اللص اللصه تم ارساله الى السجن يعني كان اصل الجملة ايه كان اصل الجملة افطر زا بوليس هاد ارستد زا سيف افطر زا بوليس هاد ارستد زا سيف هاي جملة افطر زا بوليس هاد ارستد زا سيف ديان ناختصارها ازاي بقى قال لي ممكن تشيل افطر زا بوليس هاد ارستد زا سيف ديان وتعمل ايه قالك في اختصارات لها يا اما تجيب التصريف الثالث على طول وتحطه في اول الجملة يعني تقول الاوبают على طول يعني تقول على طول يعني تقول عليها اما تقول Along авنج been والتصرف التالت يبقى اختصار of جملة after كلها كده تبقى ايه اختصار جملة after يبقى اongs يبقى having been والتصرف التالت يبقى 전망 طيinar having been والتصرف الثالث يقوم بتصرف الثالث على طول يعرفك ان هي مجهول اصلا ان بعد القمى في الجملة التانية بيقول لي كده بدء بمفهوله يبقى اما جيب having been والتصرف الثالث يقوم بتصرف الثالث على طول مفيش having been والتصرف الثالث بس في التصرف الثالث بس اللي هو الرسل يبقى لجابرة 50 عرف دي كانت تنفع امتى لو كان فيه having been arrested طيب خمسة واربعين when not our homework was corrected by my teacher طيب our homework was corrected was corrected ده موضي بسيط when when بيجي بعدها اصلا ما بيكونش فيه فاعل كده ما بيكونش فيه فاعل كده لبقى هو بيقولك بعد مت المفروض بقى وين دي لما بيكونش فيها فاعل ما عليهاش فاعل بيجي بعدها الفاعل نشي او جملة كاملة بس هو هنا المفروض بيجيب جملة كاملة يعني هو بيقولك بعد ما عملت الواجب الواجب اتصحح بعد ما عملت الواجب الواجب اتصحح قلنا ايه ما نجيب نشيل جملة بقى after I had done my homework دي لجملة الاصلية في المعلومة هي after I had done my homework when I had done my homework يقيم نجيب having والتصريف التالت يقيم نجيب التصريف التالت بس يبقى done رقم ايه ستة واربعين I'd like my new house الهوس مالو مالو فاعل بلت ومش هو اللي هيعملو مش هو اللي هيعمل فاعل بلت يبقى كده جملة مجهول طيب جملة مجهول مجهول يعني اعيز احد تصريفات في المتوبية والتصريف التالت يبقى بي بلت يبقى بي بلت بالإجابة الرقمدية اللي هي having been arrested having been arrested اللي عارفك لانه مجهول بيقولك buy the police يبقى كده جملة مجهول اصل يبقى having been arrested وكمان بقى للكمى بقى بالمفهول يبقى هو كده برضه في المجهول يبقى عايز تصغل جزء الاولان جزء التاني ده في المجهول يبقى جزء الاولان يبقى في المجهول نفس السياقه الجملة تمامي واربين دو يوبجيكت اوبجيكت بتاخد حرف الجرطو والمصدر في المعلوم يبقى في المجهول تبقى to be taken والتصريف التالت هي لقم بي تسعة واربين the amount of energy that we use every year ما لها؟ عايز يقول لي يجب ان يتم متقللها مصد بيجيب عليها التصريف التالت في المعلوم وفي المجهول يبقى مصد بي والتصريف التالت يبقى مصد بي reduced رقم سين طيب طيب وهي مجهول ليه؟ لان الانيرجي مش تعمل الفائل reduce the whole needs احنا قلنا ان كلمة needs ياما ييجي بعدها الهول مالو مالفائل لك مش هو اللي يامل الفائل لك يبقى مجهول ياما ييجي بعدها الفائل وراي انجي في المجهول ياما تو بي والتصريف التالت الراجل جايب التصريف التالت يبقى النقاس تو بي اللي هي رقم ايه؟ 51 the children object قلنا object بيجي بعدها الهول مالهم الفائل لك مش هما اللي ياملوا الفائل لك يبقى مجهول طيب object في المعلوم بتكي ازاي؟ object to المصدر يبقى في المجهول to be والتصريف التالت يبقى to be taken رقم بي لانه 50 be careful this secret secret معلومة reveal secret هيكشف نفسه؟ لا طبعا يبقى كده مجهول must must في المجهول هتبقى must be والتصريف التالت او mustn't be والتصريف التالت احنا هنكشفه لو مش هنكشفه مش هينكشفه يبقى mustn't be revealed رقم بي ثلاثة وخمسين the house was very large and toxic semences طيب الهوز مانه من البنت مش هو اللي هي من البنت يبقى مجهول يبقى عايزين احط تصريفات verbo to be والتصريف التالت طيب احط تصريفات verbo to be والتصريف التالت يبقى to be painted to be painted يعني معناها هياخد ست شهور عشان يكتم دهانه يعني معناها هياخد ست شهور عشان يكتم دهانه suggestive بيجي بعدها ing على طول كده بيجي بعدها ing الماتش بقى ولا يعمل cancel طيب انتش قول لي اعمل cancel يبقى هيكده مجهول ماشي يبقى سجست بيجي بعدها ing ده في المعلوم طيب في المجهول انتش قول هتبقى بردو canceling رقم C هتبقى بردو to be cancelled رقم A to be cancelled suggestive suggestive to be cancelled طب ليه علشان فيه is قبل suggest في is قبل suggest هو عايز يجب عايز is to يعني يجب يبقى is to be cancelled is to و B والتصريف الثالث is to be cancelled خمسة و خمسين all the passengers were reported طيب reported باسنجا ما لهم شما اللي يعملوا reported ما لهم كلد مش هعملوا كلد طيب يبقى هو كده مجهول طيب هتصريفات في الروتوبي موجودة و الربورتد موجودة يبقى احنا عايزين to والمصدر او to والتصريف الثالث طيب الاول زباسنجا دول هم الفاعل ولا المفعول في الجملة التانية احنا احنا في الجملة التانية في الجملة التانية دول الفاعل لان الجملة هتبقى اي بقى الجملة هتبقى بقى الجملة هتبقى البصنجا هنا المفعول البصنجا هنا المفعول البصنجا هنا المفعول مفعول ليه؟ لانه متأثروا في الحوادث طيب متقرير عليهم انه متأثروا في الحوادث طيب طيب يبقى هم هنا المفعول مفعول الجملة التانية بتاعت اللي بيتيجب بعد ذات طيب لما يكون بقى مفعول بدأ بالمفعول وجايب فرب تو بي وجايب التصريف التالت يبقى انا عنده حاجتين يقيمة تو بي والتصريف التالت يقيمة تو هاف بين والتصريف التالت يقيمة تو بي والتصريف التالت يقيمة تو هاف بين والتصريف التالت تو بي والتصريف التالت لو هي مستقبل او مدارة وتو هاف بين والتصريف التالت لو هي ماضي وهي هنا جملة ايه جملة ماضي يبقى تو هاف بين والتصريف التالت اللي هي تو هاف بين كل ده رقم سين 56 Before Not Before you were chosen by the manager Before Where Before the rabot بيربط بين الماضي التام والماضي البسيط هو جايب الماضي بسيطي بأن عايز الماضي التام في المجهول الماضي التام في المجهول يبقى had you been interviewed سابعة و خمسين Our national team was believed طيب was believed Yemen all to play yeah that they play ماشي لكامر القمبل Our national team was believed not play more positively in yesterday match طيب يبقى هما الفاعل هنا هما فاعل الجملة التانية يعني people مثلا الجملة كانت أصلاها إيه أصلاها people think أو believed that people believed that our team played will مثلا people believed that our team played will our team دي هي الجملة فاعل الجملة التانية اللي بعد ذات طيب طيب فاعل الجملة لما يبدأ بقى بفاعل الجملة اللي بعد ذات بنيعمل إيه لما يبدأ بفاعل الجملة التانية بنجيب فعل الجملة التانية وبعدين احد تصريفات في البوتو بي والتصريف التالت وبعدين من الفعل التبليغ وبعدين طول مصدر لو جملة مدرعة او مستقبل وبعدين طول هاف والتصريف التالت لو جملة ماضي. هو هنا جايب الفاعة لهو. طيب احنا عايزين طول مصدر او طول هاف والتصريف التالت. لو هي في الماضي. وهي هنا في الماضي. يبقى انا عايز طول هاف في التصريف الثالث يبقى توهاف ليد رقم C تمانية وخمسين I didn't expect أنا دم أتوقع ماذا حدث طيب what he said what had said ماذا تم كوالانه طيب يبقى I didn't do في الماضي يبقى أنا عايز ماضي تام طيب مالي تام في المجهول يبقى what had been said رقم C 59 one day I will buy a private flat when في أحد الأيام أنا هشتري شقة عندما عندما إيه عندما أكون محتاج لها when it لازم أبدأ بعد when أجيب فاعل يبقى it it be needed يتم الاحتياج إليها it be needed يبقى رقم C one day I will buy a private رقم 60 one day I will buy a private flat when it عايزين بقى be needed أو أجيب الفاعل أجيب الفاعل أهو it أو أجيب الفاعل أهو it وأنا عايز بي needed اللي هي رقم D 61 you needn't needn't بيجي بعدها طول مصدر needn't بيجي بعدها طول مصدر طيب يبقى needn't to send يبقى لجيبه رقم C 62 the boss says that this job is to S2 يجب يجب بيجيب عليها المصدر ولو في المجهول بتبقى 2B والتصريف الثالث 2B والتصريف الثالث يبقى جيب هنا هو مجهول ايه قالتو جيب التصريف الثالث finish يبقى هو عايز بي رقم D 63 all the orders كل الأوامر received today تم تسلمها اليوم not of by tomorrow طيب كل الأوامر ومالهة ومالفال كده احنا عايزين مجهول لان الشيك الاولان بتاعنا عندنا احنا عايزين مجهول لان الشيك الاولان بيقول all the order received دو كل الأوامر الي تم تسلمها مالهته داي يقول لي يجب ان تسلم بحلول الغد يبقى هو عايز يجب ان اللي هي R2 يتم تسلمها طيب يتم تسلمها بحلول الغد ماشي يبقى R2 B send R2B send R2B send send R2B send بي رقم D R2B R2B send يجب ان تسلم دي في المدارة وهي الجملة هنا بيقول لي بايت امره في المستقبل يبقى من عبر عن المستقبل او المدارة بكلمة R2 يجب ان وبعدين B والتصرف الثالث رقم اربعة وستين the safe was caught after 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 قلنا بيجي بعدها الرابط اللي هو بيجي بعدها الفعل الانجي طيب ولكن في المجهول هيبقى being طيب السيف ماله ومال فعل يطارد وبيقول لك السيف was caught اتمسك بعد ان تم مطاردته تم مطاردته after ايه بقى after being chased لان افتر كان نجيب عليها فعل اي انجي يبقى رقم A being 65 زيس new film نقاط B very good يبقى attest صوت to be attest صوت to be يبقى رقم D 66 all books برد كل الكتب طيب كل الكتب يبقى هو كده كده جامح يبقى احنا هنشيل ازن ما برا بفاضل عندي التالة التانيين اللي هو A و C و D return within 15 يوم يجب ان تم ترجحها خلال 15 يوم يجب ان يتم ترجحها خلال 15 يوم طب R2 بيجي بعدها ايه بيجي بعدها B والتصريف التالت R2 بيجي بعدها B والتصريف التالت يبقى بي يبقى رقم A اللي هي R2 بي the teacher says that you you know this exercise at once يجب ان تعمل الواجب طيب U تاخد R وبعدين R عايزة ايه؟ عايزة طول مصدر يبقى طول مصدر يبقى R2 do الجملة هنا معلوم ما هيش مجهول في المعلوم S2 و R2 بيجي بعدهم المصدر في المجهول بيجي بعدهم B والتصريف التالت يبقى رقم 67 R2 والمصدر اللي هي R2 do اللي هي رقم B 68 she not died at the age of 99 طيب جايب شي وغاب التصريف التالت يبقى أنا عايز ايه؟ وفعل القول تصريف التالت عايز ايه؟ وفعل القول تصريف التالت طيب اس بيليفد وعندي برضو بس دي مش هتنفع لان دي عايزة شي هاز وعن تصرف تالت ووز بليف دي تو عايزة مصدر او هابو التصرف التالت مش نفع ووز بليف دي تو بي بي والتصرف التالت بس كده هي مش مهاش مفعول طعا يبا از بليف دي تو هاب رقم اي الاجابة رقم اي از بليف دي تو هاب او رقم ختسعة وستين اي دونتو انجوي انجوي بيجيب على الفلو الانجي يبقى بيينج واتشد وفي المجهول بتبقى بيينج والتصرف التالت بيينج واتشد سبعين سبعين have you reminded the receptionist that you want to not want بيجيب على تو المصدر وفي المجهول بتبقى تو بي وتصرف التالت بتبقى تو بي اووكن رقم دي واحد وسبعين the genius student التلميذ العبقاري نقط unhappy التلميذ العبقاري نقط unhappy the student والفعل same يبدو ما يقولوا بقى unhappy since he found the explanation of his problem unsuspector غير مرضية ماشي الجملة هنا معلومة ولا مجهول seemed يبدو او بدى عليه the genius student seemed to be unhappy seemed to be unhappy رقم A 72 the proper working of the machine which not by the polluted water has load down the center يبا احنا عايزين احط تصرفات فوربوتوبية وتصرف التالت يبا was affected رقم C 73 I want the reporters وانت بيقى بعدها هفكرتو المصدر وانا عايز بقى to be والتصرف التالت يبقى to be handed رقم B بيقول لي 74 active they made her hand over her passport لما نيجي نحوالها بالباسف فقى بيقول لي she was made to hand طيب she was made to hand over her passport الجملة دي صحيحة ادي was made ادي كلمة made وجاي قبلها كلمة was كلمة made بيجي قبلها كلمة حتى الصرفات فوربوتوبية وبعد كده بيجي يبقى على طول مصدر يبقى على طول مصدر يبقى كده رقم ايه صح طيب she was made hand طبعا made لما جاي قبلها فوربوتوبية بقى عايزة بعدها طول مصدر يبقى ما تنفعش she was handed لان هي مش هي الهتامل الهندد ايه مش هتامل هندد هي تامل ايه هتامل made هتامل فعل made برضو she was handed برضو مش هتامل فعل هندد هتامل فعل made يبقى رقم ايه الصح 75 بيقول لي الجملة دي active they think that she is the most beautiful girl in this class طيب يا سيد لما تيجي تاملها للمجهور بقى هتعمل ايه قالك هتبدأ بفعل الجملة التاني اللي هو she ادي she mash وبعدين تحط احد تصرفات فوربوتوبية يبقى think this دي مش هتنفع يبقى is mash اللي فرقم بي وعدين تصرف التالت من صوت ادي صوتها هي موجودة طيب وبعدين to وبعدين b وبعدين بي وبعدين تكمل لان الجملة هنا مضارة بيقول لي she is the most beautiful يبقى رقم b صح طيب ولو انت كده انت كبت الفاعل لو انت هتقول it's بقى هتقول it's so that she is the most beautiful girl يبقى رقم b صح ورقم c صح احنا بنحب نحول الجملة دي للمجهور بني اعمل ايه بنجيب it واحد تصرفات فوربوتوبية والتصرف التالت من فعل القول وبعدين z وبعدين جملة وبعدين z والطريقة التانية بنعمل ايه بنجيب الفاعل اللي هو she واحد تصرفات فوربوتوبية وبعدين تصرف التالت من فعل القول اللي هو صوت ده وبعدين to وبعدين المصدر لو الجملة مضارة او have والتصرف التالت لو الجملة ماضية يبقى كده الإجابة b و c يعني الإجابة رقم d اللي هي b و c وبكده نكون خلصنا الدرس المبني المعلوم المبني مجهور في الدرس التالت والرابع من البحرية التامنة كتاب جانس العمالقة وانت تساشر الاشتراك واللايك والااااا تفهير الجرس عشان يصلك كل الفيديوات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى